أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبروسوس تدهور الأوضاع في غزة بشكل خطير مشيرا إلى أنه لم يعد مكانا آمنا في القطاع المحاصر وأوضح أن التقارير الأخيرة بشأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في مدينة غزة تعيقوا بشكل كبير جهود إسعاف المصابين وشدد جيبروسوس على أن المستشفيات والمرافق الطبية معرضة للتوقف عن العمل بشكل سريع وذلك بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها